وعلى نفس درجة الاستعداد الانتخابي وصف سياسينا من الخط الأول دعوات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات بحديث صالونات سياسية لا علاقة لها بالاستعدادات على الأرض وضيحين أن جمهور الأحزاب محدد جغرافيا أو اجتماعيا وباستثناء القاعدة الشعبية للتيار الصدري فإن باقي الكتل المقاطعة يصعب عليها التنافس على المجالس وأشار إلان الأغلبية البرلمانية وأتلاف دارة الدولة ماضون بإجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية العام الجاري وترسيخ قاعدة النفوذ والبرنامج الحكومي مستبعدين بالمطلق فكرة الانتخابات البرلمانية المقبلة